قبل مسلسل فرينز وقبل ساينفيلد وقبل مستر بن وقبل How I Meet Your Mother وقبل كل مسلسلات الستكم اللي نعرفها حالياً كان فيه برامج ومسلسلات ستكم ولكن بحكمة تكنولوجيا القديمة زمان ما كانت تعرض على التلفزيون لأنه ما كان فيه تلفزيون ولكن كانت تذاع على الراديو مجرد حوارات صوتية كوميدية بين عدة شخصيات في حوالي 15 دقيقة وخلاص ولعل أشهر هذه البرامج أو المسلسلات الكوميدية مسلسل سام أند هنري واللي كان يذاع على الراديو الأمريكي في سنة 1928 يعني مرة زمان وبالرغم من أنها كانت مجرد أصوات على الراديو إلا أنه هذه المسلسلات لقيت نجاح مرة ممتاز وكان الجمهور يستمتع فيها على الآخر مجرد أصوات لا فيه ريتشيل تملعينك وهي رايحة جاية ولا فيه جوي يضحكك بحركاته وشطحاته الرهيبة بس صوت كيف شكلهم كيف لونهم كيف طولهم كيف شعرهم مفيش ومع مرور الوقت وحبة حبة بدأت تطور هذه البرامج وتنتقل إلى التلفزيون وتم تسمية هذه النوعية من الأعمال في سنة 1950 بمسمى سيت كوم قبل 1950 كان أي عمل سيت كوم يسمى مسلسل كوميديا ومجرد مسلسل واللي سماها أو أطلق عليها اسم سيت كوم هو المخرج والمنتج وليام آشر واللي هو أصلا صنع وأخرج أعمال سيت كوم كثيرة جدا من بعد عام 1950 والمعنى الكامل لكلمة سيت كوم هو سيت من سيت كوم من كوميدي بمعنى كوميديا الموقف أو الكوميديا الظرفية فتعالوا اليوم وخلونا نسولف عن تاريخ مسلسلات السيت كوم وكيف بدأت وكيف انتشرت يهلا والله بالجميع معكم الوجيه يعطيكم العافية يا جماعة كيف حالكم والله يوحشتوني لا يعطيكم العافية شكرا لأتفاعلكم الدائم مسلسلات أو عروضة سيت كوم هي مسلسلات تلفزيونية كوميديا بدأت واشتهرت أكثر شيء في الولايات المتحدة الأمريكية ولاحقا انتشرت وأخذت شعبية في كل أرجاء العالم وعادة هذا النوع من المسلسلات يتم فيه مناقشة قضايا متنوعة اجتماعية سياسية خيالية رومانسية أيا كان وهذه القضايا عادة ما يتم معالجتها بشكل كوميدي وهزلي وساخر بعيد كل البعد عن الجدية وتميزت مسلسلات السيت كوم بتعدد حلقاتها أو كثرة حلقاتها وفي نفس الوقت هذه الحلقات الكثيرة مدتها ما تكون طويلة بل تكون جدا قصيرة والحلقة الواحدة تكون مدتها ما بين 20 إلى 25 دقيقة وإذا مرى مرى 30 دقيقة أكثر من كذا ايش فيلم ما هو وعادة هذا النوع من المسلسلات أو العروضة التلفزيونية يتم تصويرها في استيديوهات داخلية يعني الشوارع اللي تشوفوها ما هي شوارع والبيوت ما هي بيوت والمطابخ مش مطابخ الموضوع أقرب إلى خشبة مسرح ويتم تنسيق الديكور فيها من حلقة إلى حلقة وعلى هالحال واللي ميز هذه الصناعة أكثر أنه التصوير يتم مع وجود جمهور حقيقي يحضر وقت التصوير ويشوفون كل شيء كل شيء حرفيا كل شيء يحضرون التصوير ويشوفون خلف الكواليس والأخطاء وكل التفاصيل الثانية يشوفوها يعني الضحكات اللي تسمعها وقت عرض المسلسل تراها ضحكات حقيقية أنا زمان كنت أحس بأن ضحك الجمهور في الخلفية ما هو إلا محاولة بائسة من المخرج علشان يخليني أضحك ولكن طلع المخرج جالس يضحك مع الجمهور أصلا وطلعت الضحكات اللي نسمعها ضحكات حقيقية لناس حقيقين آسف ظلمتكم يا صناعة ستكم إيش بيقعد طالع في السماء أينما كنتم آسف يا صناعة ستكم ظلمتكم صراحة وأحيانا يتم تصويرها الحلقات بدون جمهور ولكن لاحقا يتم عرضها على مجموعة منهم من الجمهور أو من الناس ويتم تسديل ضحكاتهم الحقيقية على الحلقة وبعدين يعملوا لها الدمج مع الحلقة ويعرضوها في كل الحالتين ضحكات الجمهور في الخلفية وصلت المعلومة يا جماعة نحن على وفاق هنا أوكي انتشرت هذه النوعية من المسلسلات في العالم من بعد سنة 1928 تقريبا ومثل ما قلت بدأت في الراديو ولاحقا وصلت إلى التلفزيون وأول مسلسل ستكم عرض على التلفزيون كان مسلسل بريطاني اسمه بن رايت بروغرس وتم عرضه في العام 1947 يعني قبل حوالي 70 سنة من الحين وكان مسلسل مكون من 10 حلقات فقط 10 حلقات وبوم اختفى ولا عاد شفناه وقفلوا على الطلب لا حد مقيموا على ايم دي بي ولا لقيت له اي حلقات متوفرة على الانترنت ولا اعرف عنه اي شي غير كم صورة في جوجل اما انا ما اعرف ابحث او انه فعلا توثيق البريطانيين لهذه السابقة كان سيء للأسف في نفس السنة ولكن بعد البريطانيين نزلت امريكا اول مسلسل ستكم تلفزيوني وكان بعنوان ماري كي ان جوني واستمر هذا المسلسل الى 300 حلقة تقريبا يا ساتر وفي هذا المسلسل والاول مرة في تاريخ التلفزيون تم تصوير زوجه وزوجته نايمين على نفس السرير يا لهوي كيف كذا والاول مرة برضو في التلفزيون يتم تصوير مشهد تظهر في حالة ولادة يا لهول سوف نذهب الى الجحيم لا محالة ركزوا معايا الاول مرة في التلفزيون مش السينما يعني قبل هالمسلسل كانت المسلسلات او العروضة التلفزيونية تخلو من هالي المشاهد ما تشوف اثنين يناموا مع بعض ولا تشوف واحدة جالسة تولد في التلفزيون مو ممنوعة ولكن خلينا نقول غير لائقة ومسلسل ماري انت جوني كان بمثابة بداية جديدة لعصر تلفزيوني جديد بكسره لهذه القواعد والتقاليد واللي سهل هذا الشيء انه اصلا ابطال المسلسل كانوا زوج وزوجة فعليا مو مجرد تمثيل زوجين في الواقع وزوجين في المسلسل واسماءهم في الواقع هي نفس اسماءهم في المسلسل وهم اللي ابتكروا المسلسل وهم ابطالوا في نفس الوقت لا يكون هم كمان المخرجين والمصورين والمنتجين ويطلع المسلسل مصورين وفي بيت الله اعلم عموما وبعد هذا المسلسل باربع سنوات وبالتحديد في سنة 1951 امريكا نزلت مسلسل سيتكم وانشهر شهرة بنت 66 سيتكم وكان بعنوان I love Lucy المسلسل نجح وضرب ضربة قوية والعالم انهبلوا عليه واخذ تقييمات عالية والناس وقعت في حب هذه الفترة نفس وقوع الجيل هذا في حب فريند وساينفيلد وغيرهم من المسلسلات ومن قوة نجاح مسلسل I love Lucy استمر الي نوصل الى 180 حلقة تقريبا موزعة على 6 مواسم وللامانة انا شخصيا تابعت منكم حلقة وحقيقي يا جماعة مسلسل I love Lucy مسلسل مرة لطيف وممتع وكانت بالنسبة لي الحلقتين هذيك رحلة جميلة للخمسينات بالابيض والاسود ويا حبذا لو انتوا تجربوا تتابعوا ممكن يعجبكم مرة لطيف ومن بعد مسلسل I love Lucy انفجرت هذه الصناعة وبدأت تنتشر في ارجاء العالم بشكل تدريجي استراليا في بداية السبعينات بدأت تسوي مسلسلات سيت كوم خاصة فيها وتعرضها على قنواتها المحلية كندا برضو دخلت معهم في بداية السبعينات وبدأت تسوي مسلسلات سيت كوم خاصة فيها ولكن كندا يقولون انها فشلت فشل ذريع ورجعت اخذت عروض امريكية وعرضتها عندنا وقالت كلنا سوى ما علي ما حد بيدري وفي الثمانينات دخلت الهند مجال سيت كوم بس لما دخلوا دخلوا هم مشمرين سراويلهم ويدينهم ويرميلك يا حبيبي حوالي 15 مسلسل هندي فشل اللي فشل ونجح اللي نجح وفي بداية الثمانينات برضو دخلت نيوزلندا في هذا المجال بمسلسل اسمه فلاين دينج اون ولكنه ما حصل على شعبية كثيرة وكان يعرر بس في القنوات المحلية وفي العام 1996 دخلت روسيا برضو مجال سيت كوم بمسلسل ستروبيري وكان فشل ذريع بالنسبة لهم محليا وعالميا ولكن في العام 2000 اطلقوا مسلسل مشتق من مسلسل امريكي اسمه مايفير ناني مسلسل مرة عادي وتقييمه مرة منخفض ولكن الروسيين مرة يحبونه ليش لا تسألني واضح ان معايير الروس مختلفة في تقييم المسلسلات اما في العام 1972 جاتك المكسيك ماشية مليون ويدخلون لك يا حبيبي مجال سيت كوم بمسلسل اسمه ال تشافو ديلاتشو ان شاء الله اني قاعد اقول اسمه صح لانه ثقافتي انا فرنسي وما عرف اتكلم اسباني ولكن كان اسمه ال تشافو ديلاتشو على عكس غيرهم من الدول اللي حاولت تدخل في مجال سيت كوم هذا المسلسل ضرب ضربة قوية مرة هذه الفترة وانتشر مو بس على مستوى المكسيك بل وصل للبرازيل والارجنتين واسبانيا ومعظم الدول اللاتينية وحتى دول امريكا اللي فوق كندا وامريكا واستمر من سنة 1972 لحد 12 سنة وبعد 12 سنة وقفوه تماما وبعدها ب15 سنة رجعوا وكملوه من جديد بثلاث مواسم اضافية واخيرا توقف وانتهى في العام 2012 يعني مرة قريب هو يا انه كان مسلسل مرة قوي يا انه المكسيك كده فلت امه وقال لك يا ابو يدو اسوي مواسم ورا مواسم ومشي الامور والله اعلم ولوقفت هذه الصناعة من الانتشار صناعة مسلسلات الستكم صارت كل الدول تسوي اعمال ستكم من امريكا الاوروبا الروسيا للهند للصين لاستراليا لنيوزلندا بل وصلت الى العالم العربي زي سوريا وليبيا والسعودية او الخليج بشكل عام ومصر كمان ولعل اشهر مسلسلات الستكم العربية اللي اعرفها انا المسلسل المصري راقل وست ستات اتوقع معظمكم يعرفونه او على اقل تابعته كم حلقة او اي شي بالغلط منه يا الله ومجرد ما قلت راقل وسيت ستات ذكريات والله ذكريات يا جماعة كنت تابع مع امي زمان على التلفزيون وحقيقة كان مرة ممتع ويضحك حتى افتكر في حلقة من الحلقات جابوا ماجد المهندس كذا فجأة اوخ يا كانت صدمة يلا نم الصدمة يا شيخ ودي اتكلم عن افضل مسلسلات الستكم المشهورة زي ساينفيلد وفرينز وفريش برينز ومستر بن وهو اي ميت يور ماذر وتو اند هاف مين وبينج بانج تيوري وغيرهم ولكن الافضل انها تكون في فيديو ثاني او حلقة ثانية كذا تكون خاصة بافضل او اهم مسلسلات الستكم ونسولف عنها وناخذ ونعطي يعني فيها وفي الختام يا جماعة شاركون اهم مسلسلات الستكم اللي تابعتوها في التعليقات سوان كانت اجنبية او عربية من اي لغة معادي ممكن ايش نستفيد من بعض ويطلع في مسلسلات مدفونة لانه السوق الستكم ترى مرة كبيرة يا جماعة مرة كبيرة وفي مسلسلات غير المشهورة انا متأكد في مسلسلات كثيرة ممكن ما احد يعرفها الا انا وغيري يعني في مسلسل كنت تتابع على MBC3 كان اسمه يا اخي والله ناس يسمه بس كانت تمثل فيه ميراندا كوزغروف ناس يسمه والله بس كان مرة رهيب يعني على الاقل بالنسبة لعمري ذيك الفترة كنت انبسط عليه على الله هتستهبلوا عليه يعني يا جماعة او ليه الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديواتي اول باول واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك لانه مرة مهم في انتشار الفيديو ووصولوا الى عدد جديد من المتابعين كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم